بقول لكم أنا شيخ هناك عقدين عقد مع الله وعقد مع البشر العقد الذي مع البشر كانوا الناس جيدين استمر أنا جيد معه الناس كانوا سيئين كل واحد الله يرعى هذا قانون البشر ما رتح لك ما قدر استمر معك حتى الزوج والزوجة إذا لم يتفق افترق على طول واصحاب العقود إذا تعاقدوا وما قدر كل واحد يوفي مع الثاني يفصلون الشراكة لأنه لابد من الاثنين كل واحد يؤدي إلا العقد مع الله الله لا يمكن في لحظة من اللحظات تقول بطلت على تعاقد مع رب العالمين لأن الله عز وجل كل ما تريد أن تشترطها لنفسك فإن الله كفى فيه هذه الوراقة يا أخوان فيها شروط فوق نحط الشروط اللي لنا وتحت نحط الشروط اللي علينا فلما نجي نتعاقد مع الله وش الشرطة اللي نحطها على الله وش تشترط على الله وش الشي اللي نتخايف منه تشترط تشترط العدل تشترط الرحمة ما تشترط شيء على الله إذن النص اللي فوق فاضي إيش يبقى؟ يبقى الله يطلب منه جهدنا يصير على النصف الأسفل هذا على النصف اللي في الأسفل هذا هو جهدنا اللي نقوم به طيب عندما تتعاقد مع الله وتعمل له وحد يبتليك الله عز وجل بمن لا يعينك على استمرار في هذا العقد بمن لا يهتم فيك أو يبتليك ببني أبك أو يبتليك ببني عطلك فالآن أنت ما مخيارين إما أنت تستمر في العطاء أنت تستمر في العطاء وفي الخير لأن الظروف ملائمة وظروف مناسبة وإذا كانت الظروف ملائمة مناسبة فاللقل لا تستطيع أنا عشان وقت ما يضيع باختصر لكم في هاجر عليها السلام نقع السلام دعاء هاجر من هاذي هاجر؟ زوجة إبراهيم أي نعم زوجة إبراهيم الخليب كانت أمة أخذها من مصر وبقيت معها قرابة السنة ثم إنجبت إسماعيل ثم جاء إبراهيم ووضعهم في مكة هذه المرأة العظيمة وعارف تعلم أنها جاي إلى مكة من أجل تعلم ولدها الصلاة وتربيها على الدين لكنها لا تعلم أنها سبب تبقى في مكة بدون أحد ما في أحد يعني لا يوجد ونس ولا أنس ولا يوجد مسكن ولذلك سألت عن الشيء الغريب الشيء اللي ما تعرف قالت لمن تتركنا ما قالت أنت ليش وجبتنا هنا لمن تتركنا ما في أحد وإبراهيم يغادر الأهم والمكان وادي غير ذي زر الموت بعد قليل الليل والهوام والحطش لمن تتركنا فقالت آه الله أمرك بذلك يعني هل العقد مع الله ولا معك إذا كان العقد معك تعال عندك زوجه وأنا زوجه لها حق ولحق ابني لبيت يجيبنا واحد يرعانا وبعد يروح لكن آه الله أمرك بذلك قال نعم قالت إذا لا يضيعونا يعني ما أحدشك أنا عقدي مع الله الله يا شباب الله إذا كلف كفل إذا كلفك كفلك بس تبقى معه ما تغير عقدك معه يجيك ما لأشياء ما تخليك تستمر انسى لا تلغى العقد صح حمورك صح حوضاعك طالب بزي ما طالبته بس لا تلغى العقد مع الله قالت إذا لا يضيعونا يا أخوان وقعت هاجر على بيض على بيض وين البيت ما فيه وين الطعام ما فيه وين المأوى ما فيه وين الأنس ما فيه طيب كأنها تقول هذا ما هو شغل هذا شأن رب العالمي كيف شكر الله لها في دائرتين الدائرة الأولى يا شباب دائرة الابتلاء أخلوكم أكار هذه يختبرك الله فيها ويهزك فإذا نجحت نقلك إلى دائرة أخرى هي دائرة شكر الله للهد مو بشكرك أنت لا شكره هو لك شكر الله للعبد إذا وصلت إلى دائرة شكر الله للعبد شوف الأفانين التي تنزل عليك من النعم والخيرات كيف شكر الله لهذه المرأة السيدة العظيمة أول شكر بعدما تولى إبراهيم استقبل البيت قال رب أن يسكنتم من ذريتي بوالي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه دعا لهم بدعوتين اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني ما يتي محتل هي امرأة واحد يجيو توكري على الله ما لنا يأتون بقلوبهم ما يأتون بأيديهم ولا بسلطانهم ولا بسيوفهم فجاءت القلوب تهوي إلى هذه المرأة فتعاقدت مع أقوى قبائل العرب مع جرهم امرأة تتعاقد مع قبيلة قبيلة جاءت من اليمن اجتاحت القبائل كلها وعند هذه المرأة جثوا على ركوبهم يتعاقدون معها بدعوة إبراهيم إلى اليوم كل المشاريع اللي في مكة هذه ناجحة ليش لأن في بشر يجون بسبب هذه الدعوة نحن إلى اليوم نتقلب في هذه الدعوة الدعوة الثانية ارزق أهله من الثمرات مكة يا سادة ولو جاء فرصة إن شاء الله تتكلم عن مكة مكة كل الدنيا تكدح ومكة تأخذ لأن كل الثمرات تأتي إلى مكة كل مشاريع الزراعة في العالم تخدم هذا البلد المبارك بدعوة إبراهيم هذا الشكر الثاني انظروا كيف يشكر الله لهذه المرأة هي نجحت خلاص قبلت العقد قلت قبلت لما قبلت العقد جاء الشكر الثاني أراد الله أن يخلد سيرتها راحت بين الصفة والمروة تتبحث عن إيش يا شباب ما فقط شي حسي بدهي له ديني ولا شي تريد أن تشرب ولدها يشرب فسعت بين الصفة والمروة فأخرج الله الماء من تحت قدم إسماعيل فجعل الله ذلك دين وشرعه إلى يوم القيامة من منكم الآن يستطيع أن يحج ويعفى من السعي لا يوجد رتبة ولا يوجد ملك ولا يوجد كما يقولون في البلدي شنب ولا يوجد صاحب مال يستطيع أن يذهب محرم ويقول أنا معفي من السعي غصبا عنه بالشرع يسعى بين الصفة والمروة حيث سعت هذه الأمة اعتوني بحضارة في الدنيا مججدة المرأة مثل هذا التمجيد خلت الأمة كلها تمشي حيث مشت وحتى المكان اللي أسرعت فيه لأنها خايفة على ولدها نسرع فيه يا حبة الكرام هذا العقد مع الله هذا العقد مع الله هذا العقد مع الله هذا العقد مع الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة